السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في هذه السلسلة تحت تمارين تطبيقية والتي درناها لتلبية طلب عدد من التلاميذ اللي طلبوا منا أننا نديروا حلقات فيها تمارين تطبيقية باش يختبروا الفهم ديالهم طريقة العمل بسيطة غادي نديروا حلقة خاصة بتمارين تركيز معلومات الدرس واختيبار الفهم ومن بعد نديروا حلقة فيها تمارين من مستوى متقدم بعض الشيء باش نوجد الفروض والامتحانات لأجوبة ديالكم خليوها لي في التعليقات وغاد نصححها ونجاوبكم عليها ومن بعد تلت أيام غاد نديروا فيديو خاص بكل حصة في تصحيح جميع التمارين على بركة الله نبدأ في حصة اليوم التمرين الأول ثقرة الترجمة صل بخط مستقيم من كل مصطلح بترجمته إلى اللغة الفرنسية التمرين الثاني اختر الجواب أو الأجوبة الصحيحة يوجد الماء في الطبيعة على تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة يسمى إسالة الماء هي تحول الماء لون كبريتات النحاس المجفف الذي يستعمل لإبراز وجود الماء يحول الماء يحول الماء كبريتات النحاس اللامائي إلى لون يستعمل الماء في نهاية تمارين المستوى الأول لا تنسوا كتابة أجوبتكم في التعليقات من أجل اختبار معلوماتكم قبل الانتقال للمستوى الموالي في انتظار حصة تصحيح تمارين اليوم نترككم في أمان الله اشتركوا في القناة